خلدت الرابطة الوطنية للممرضين الموريتانيين ذكرى العيد الدولي للتمريض تحت شعار واقع مهنة التمريض وسبل تطويرها واستعرضت الرابطة خلال حفل تخليد المنظم في نواكشوت أبرز التحديات التي تعترض سبيل مهنة التمريض في موريتانيا ومعنا في الستوديو محمد لمين والبو يحمد المين العام للرابطة الوطنية للممرضين الموريتانيين أهلا وسهلا بداية ما أبرز عن العواقع التي تعترض سبيل مهنة التمريض في موريتانيا وأنتم تخلدون ذكرى يومها العالمية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نشكر قناتكم المحترمة على هذه الساعة السانحة من أبرز إجابة على سؤالكم من أبرز العواقع التي تعيق عملية التمريض والممرض اليوم في موريتانيا هي عائق التكوين فالتمريض في موريتانيا ما زل دون المستوى المطلوب رضا ما الدور الكبير الذي يقدمه الممرضون فالممرضون هم الذين يقومون بأكثر من 80% من خدمات المنظمة الصحية المتواجدة على الأرض ولكن التكوين ومسيارات العالم ما زالت عائقة كبيرة جدا فما زال في موريتانيا لا توجد لدينا كلية للتمريض على ضرار مذلاتها ولا توجد لدينا معاهد تقنية للتمريض بالتالي التخصص تمريضي ما زال عائقا هذا فيما يخص معوقات قد التكوين ما فيما يخص معوقات الأخرى فهي جمع فما زال الجانب المادي والذي قد يكون يعني بالدرجة الأولى النقابات إلا أنه التشجيعات ووضع الممرض في وضع مادي يقدم خدماته ما زالت عائقة هي حتى الساعة ما زالت من أهم العوائقة التي تعيق عملية التمريض لكن انطلاقا من الواقع الآن لهذه المهنة كيف تصفه ما أبرز تحديات التي تواجهه؟ أصف أن الممرضين اليوم كما يراقبهم البعض هم ملائكة الرحمة يقومون كما قلت لك بأكثر من 80% يضطون الخدمات الصحية على عموم الترابي الوطني توضطيها أكثر من 80% من اللي يضطوه الممرضين اليوم العوائق كثيرة مثلا على مستوى وزارة الصحة لا توجد إدارة مركزية للتمريض معنية باستسيير شؤون الممرضين لا توجد استراتيجية واضحة من أجل التمريض التمريض في موريتانيا في العالم أصبح علما خاصا يبتعد نهائيا عن الطب كما أن الطب تخصص فالتمريض أيضا تخصص فالإلاجات التمريضية تخصص وتحتاج تكوينات كثيرة جدا تحتاج وضع استراتيجية تحتاج إلى إرجاع مؤسسة التمريض إلى الممرضين فمثلا حينما ترجع إدارة مدارس الصحة إلى الممرضين وتكون هناك إدارة مركزية ويكون هناك أيام تشاورية حول علوم التمريض بإذن الله سترفع التحديات عن مهنة التمريض طيب هل تقدمتم خلال هذا التخليد بأبرز مقترحات لتطوير هذه المهنة طلاقة من العلمان الذي خلدتم تحته هذه الذكرة نعم نحن اليوم خلدنا العيد الدولي للتمريض كما أشرتم تحت شعار واقع مهنة التمريض وسبل التطويرها وقد قمنا ذا الرابط الوطني للموريدين الموريتانيين بتشخيص واقع المهنة وقمنا أيضا بوضع خطة استراتيجية أو توصيات للجهات المعنية ليوزارة الصحة اللي كان موجود معنا ممثلها في الافتتاح الرسمي لهذا وقدمنا توصيات واضحة المعالم من أجل النهوض بمهنة التمريض لكي في النهاية نخرج بممرض في المتناول في متناول المواطن وفي متناول المجتمع وفي متناول الوطن بصفة عامة وفي متناول ذاته حتى طيب عدد الجانب الأكاديمي الذي ذكرت في البداية وأيضا الجانب المادي هل العنصر البشري التمريضي الموجود في موريتانيا هو كافي إيراني؟ لا لا يكفي رغم أن الممرضون الآن يناهزون أكثر من أربع تلاف مكتتب في الوظيفة العمومية فما زال في السوق وتلك نقطة مهمة جدا في السوق الموريتاني اليوم من الممرضين ما يناهز الألف ممرض موجود في الساحة بدون ابتتاب تكون في مدرسة الصحة العمومية وفق التكوين المهني المطلوب عالميا ولكنهم ما زالوا عاطلين ينافسون الجميع في سوق البطالة ليسوا مكتتبين وهذا نحن في الرابط الوطني الممرضين الموريتانيين نعتبره تجاوزا ولا نعتبره المنهج السليم لأن هذه قدرات وقطر تكونوا تكوينا عاليا جدا والوطن بحاجتهم وهم بحاجة أنفسهم فلان بغض التفريط بهم فما زالت في موريتانيا بعيدة جدا من السياسة الوضع من نظمة الصحة العالمية أن لكل ممرض أن لكل مواطن مريض لا ليس لكل مواطن مريض بل لكل يقول بعض السياسات يختلفوا في هذا بعضهم يقول لكل عشرة ألاف ممرض بعضهم يقول لكل ألف وسبعمائة بعضهم يقول لكل ألف وسبعمائة 700 شخص ممرض ونحن ما زلنا بعيدين جدا إذا بقمنا بأن الموجود قلت لك في موريتاني كاملة يقولون أن هذه 4000 زائدة وفي نفس الوقت فيها ياسر مرت 3 وفيها ياسر توفى وفيها ياسر 4000 دي أزيد من 3 ملايين شخص مغرقة على أموم التراب الوطني اليوم في تخليطنا الرابط الوطني للممرضين الموريتانيين نختار المواطن ونختار المجتمع بصفة عامة يعرفوا على أن ذلك ينقال لعلوم التمريض وذلك ينقال للممرض على أن دورهم بارز بالمنظومة الصحية وعلى أن التمريض على أنه عنده رسالة نبيلة وعلى أن الناس تلقبوا ملائكة الرحمن لماذا؟ لأنهم أول من يتلقى للمريض وهم آخر من يكون مع المريض في حالة خروجه إلى المستفى إذن محمد لمين البوياحمد لمين العام للرابط الوطني للممرضين الموريتانيين شكرا جزيلا لك